بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده هنتكلم مع بعض على مجلة يمكن مش مشهورة عند الناس كتير. اسمها جورنالوف كيميكال ايديوكيشن. المجلة دي الحقيقة فيها يعني كونولز من المعلومات. اللي تفيد طلبة الدراسات العليا وطلبة حتى البكريلوس في مختلف المجالات العلمية. آآ لكن انا هركز انه هو على جزء النانو تكنولوجيا او المواد النانومترية لانه ده اهتمام اغلب الطلبة الدراسات العليا على الماجستير والتكتورة الفترة دي يعني. حتى طلبة مشروع التخرجة او كده اغلبهم بدأ يستخدم مواد النانومترية في شغل. فقلت اتكلم عن المجلة دي في فيديو واحد مجمع بحيس ان هي ايه لعله واسلا كلنا نفتح افكار مع بعض بتشوف مصادر يعني تعلم مختلفة اوها كزا. المجلة دي آآ حسب الوصف بتاعها على على اس اس آآ ده اللينك الموقع بتاعها آآ مجلة مهتمة بكل عمليات التعلم في مجال الكيمياء عموما لكن زي ما قلت لك هي بشتغل في تخصصات كلها تقريبا. تهتم باي حاجة بقى واحد مثلا دكتور عمل تدريب صيفي لمجموع من طلبة السنوية العامة. عمل لهم تجربة عشان يشرح لهم مثلا الجرافين بيتحضر ازاي. فبيبتدي يقش لأ ان الطلبة استجابه وتبسطه وتعلمه الجرافين وكده بامكانيات بسيطة. بيبتدي يكتب بحس مختصر عن اللي هو عمله ده ويبعته للمجلة. مجلة تحكمه وتنشره. فانت انا ما تقرأه تقدر تشوف خبرة الاستاذ ده ازاي شرح الجرافين للطلبة وزي عمل معهم التجارب وزي واقفهم في المعمل وفراجهم وعمل ممكن بسيطة للجرافين وهكذا فعلمهم تجربة زي كده. نظريا كأنك حضرت معهم. نظريا كأنك حضرت وسطيهم. ده ممكن يساعدك ان انت لما تحب تحضر الجرافين في المعمل عندك تكون دي لقطة البداية بالنسبة لك. بدل ما تتوخ وسط الابحاث العلمية الكتير اللي منشورة على الموضوع والرسائل والحاجات دي كلها. ممكن تبدأ من حاجة زي كده. كأنك وانت في السنوات العامة درست مع الدكتور ده الجرافين في تجربة بسيطة وبعدين بدأت تشتغل عليه في الماجستير بتاعك دلوقتي. بس هو في الحقيقة انت مجرد قريط البحث ده من على المجلة دي. اونلاين يعني. فدي الفكرة عموما. المجلة تنشر عكات كتير يعني شرح تجارب عملية. عكات كتير زي ما نتكلم نسو الله بامثلات دلوقتي. فانا هتكلم معاكم مجموعة من الامثلة. تفرغيك الفكرة باشة زي ونفتح مع بعض الكلمة دوها. اول مجلة تستفيد منه من المجلة دي وانت بتعمل بحس جواها هو الاستفادة من فهم المعلومات عن تحضير مواد النانومترية. اه مثلا ادي بحسة قدامك جرافين اوكسايد يعني كمنجم للمعلومات او ككنز معلومات اللي هو جرافين اوكسايد. ازاي نستخدم ده البحس عن وانو كده. ازاي نستخدم الجرافين اوكسايد عشان نعلم طلبة البكالوريوس مثلا المبادئ الرئيسية في علم الكمياء ونانو تكنولوجيا. فهو كده جاب معاهم مثلا جرافين اوكسايد حدره لهم وبدأ يعلمهم عليه يشرح لهم جرافين اوكسايد ده ايه فكرته بيشتغل ازاي? ايه المعلومات الاساسية اللي عنه? فانت كأنك اخدت دورة مكسفة عن الجرافين اوكسايد لما تقرأ بحس زي كده. وحتلاقيه مثلا من جوه مصور لهم التجربة مصوروا عمل يعني شرح تفاصيل على قد ما يقدر يعني. عمل لهم مثلا عمل لهم عمل لهم فانت بتتعلم مادة الجرافين اوكسايد وتعلم التحضير بتاعهم زي ما عمل. انت ممكن تبتدي دي تبقى بداية التحضير بتاعك على طول من غير ما اتوه نفسك في كورسات التحضير ومن غير ما اتوه نفسك على بحاس التحضير. انت هاي ستحضر جرافين اوكسايد تمسك بحسة زي كده وتقلطه بالزبط زي ما الدكتور ده عمل. زي ما اتفقنا. وفي الاغلب العام تبقى اميكانياتهم بسيطة ومتوضعة. لان زي ما قلت لك في الاغلب العام بيبقى ده معامل اللي معامل في طلبة في سنة اولى وتانية في الكلية او في طلبة في سنة اولى عامة. فمش هيستخدم اجهزة متخصصة اوزيدة عن الازم الا لو هو جابهم في معامله. وبرضه في الحالة انت بتتعلم وتستفيد بتشوف معامله عنده في ايه وكده وهكذا. مثلا تحضير واللعب بيه. اللعب هو حتى زي ما قلت لك هو طلبة في سنة عامة. يقول لك التلاعب بالمجنيتك نانو بارتيكال. بقع ما عايزي اشرح لهم القصائص الرائعة للمواد المغناطسية النانومتري. فمسلا اعمال يفرجوا ما هو مادة مغناطسية وقرب منها مغناطيس. مش عارف يعملها في شكل معين فتعمل اشكال. يقرب منها مش عارف ايه. هو يعلمهم ازاي يحضروها وازاي يستخدموها. فتجربة زي كده ممكن تكون بداية لك في طريق ان ان انت تتحضر زي ما قلت لك بطريقة مبسطة وسهلة. لكن تحضير المواد المغناطسية النانومترية ده كتب قد كده. يعني ممكن ابعت لك كتاب قد كده هو. خطوات تحضيره وطرقه ومش عارف. كل ده مهم مناش دلوقتي. انت زي ما قلت لك انا بتفرجك على تجربة مبسطة جدا. تبتدي انت منها رحلة حياتك بازن الله في الرسالة بتاعتك. عشان تبقى واقف على الارض صلبة منها. كتابة ربقى كتير. مش عارف ازاي بيفهمهم مبادئ ومبادئ الحاجات الكيمية البيئية وكلام ده باستخدام النانو تكنولوجيا. ازالة باستخدام مادة دي مادة مغناطيسية. بيعلمهم ازاي يحضروها وازاي يزيلوا بها ملوسات من الماء. فجزء الملوسات من الماء ده تطبيق لكن المادة دي تحضرها اهي قدامك خطوة على طول ازاي تحضرها. بيعيب لك صور من المعمل بتاعه ازاي الطلبة بيحضروها معاه. ادي شكل البيكر ادي شكل الكونيكال ادي شكل العينات. ادي شكل المغناطيس بيقربوا للمادة فالمادة كلها تشدد نهاية المغناطيس بعد ما كنت معلقة بالمنزر ده. فانت بتتفرج على تجربة عملي معمولة قدام منك. للمادة دي. في مواد تانية كتير. مسلا. مواد مواد نانومتري من البوليمرات. بيتكلموا عنها وبيشرحوا بيشرح لطلبة تحضرها وتوصفها. وجايب لهم اصور المادة تحضرت ازاي فانت قدامك عينة شايف قدام منك المادة. وجايب لهم صورة مسلا عالتم بيفرجهم الصورة وحجمها والكلام ده. مش رحلهم بطريقة مبساطة. فانت قد تستفيد من حاجة زي كده لشغل. آآ فيها مسألة كتير جدا. في مواد انت ممكن اوارسها عنها. يعني مثلا. فوم يعني آآ يعني انت خفيفة كده مش عارف العربي معناها بصراحة. فوم بالعربي يعني رغاوي. بس هي بتبقى يعني المقصود ممكن نحاول نشوف الصورة بتاعتها. هو هنا محضرة مش عارف يعني شكلها مش باين قوي. بس هي حاجة كده زي زي السفنج كده. مريبة من السفنج. بس هو موري لك الكاميرات او المواد اللي هو بيحضرها لما التجربة فاضت منهم ووقعت على المنديل اللي هو حطه ده وكده. وبعدين المادة دي تعديل يخليها تطفو في سطح المياه. من غير التعديل ده يخليها تغرق في سطح المياه. انت ممكن تبتدي بالبوليميريك فوم ده وتسأل نفسك. هو انا ممكن احضر على سطح مواد نانومترية ولا لأ. واستفيد منهم في التطبيق بتاعي ولا لأ. فتبقى فكرة جديدة. تبقى عنوان الرسالة بتاعتك مواد نانومترية على سطح بوليميريك فوم. ليه كزا 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 من التطبيق. بس هو ادك فكرة. ادك مادة انت اقول مرة خيلا وتسمع عنها. موض بسلا زي الهايدروجيل. الهايدروجيل مادة جميلة جدا وسهلة واستخدامها يعني كويس. او بيشرح لك ازاي بيحضروا الهايدروجيل. بيشرح لك ازاي بيعمل مع الهايدروجيل. يعني عامل تركيبة من الهايدروجيل مع مادة كلي نانو فمعلومات جميلة وقيمة يعني. دي الفكرة ببسطة. مسلا تحضير الكادميام سيلانايت. دي مش سهل تحضيرها في المعاني. بس هو اظن ان هو شريحة بتجربة مبسطة وسهلة. ممكن تشوف هو عملها ازاي. بعيدا زي ما قلت لك ان انت التوف لان في مئات اللي بحسر بتحضر المادة دي. فانت ممكن تشوف ابسط طريقة هو عملها ازاي وعمل توصيب ديها ازاي للطلاب اللي مع. دي الفكرة بمنطلق بساطين. هنا مسلا كيميستري وف كاربون نانو تيوبس. بيشرح لك كيمياء المواد النانومترية الكربونية للجميع. يعني مفروض نوع شريحة طريقة مبسطة وسهلة. فانت كأنك كده درست ايه? كأنك روحت اخدت اه تدريب لمدة نص سنة عن الموضوع ده. بس انت بتقراب راحتك سنة اتفاقنا. نفس الفكرة هنا بقى. ده برضو من الحاجات التقيلة اللي مش سهلت نحضيرها. الهلايت بتاعتك مليانة. دي الفكرة ببساطة. من ضمن الاستفادة التانية ان انت تفهم توصيف المواد النانومترية. توصيفها لول كاراكتريزيشن. هم بيشرحوا كاراكتريزيشن ببعض الطرق المبسطة. فمسلا انت لايه ايه? عيونة جايبين شوية بيلي او شوية مواد مغناطيسات وحاجات زي كده عشان يشرح للطلبة ترتيب الزرات في المادة النانومترية. عشان ده تمهيد لجهاز الاكس ار دي او يشرح لهم يعني ايه اكس ار دي. فمسلا انت لايه راس يملوهم هنا كده شايف? دي دوائر مغناطيسية ماسكة في بعضها. وبعدين يميلها لهم بشكل معين عشان يفهمهم المادة. ممكن مادة تانية مغناطيسية تكون مترتبة بالشكل ده. ايه نايزا في مادة هنا انه مترية مترتبة بالشكل ده. مادة مش عارف مترتبة بالشكل ده. فهو بيفهمهم ترتيب الزرات كل كرة من دول كأنها زر جوه المادة. عشان يفهمهم بعد كده الاكس ار دي. اه مثلا اهو مشروع مركز على الاكس ار دي باودر دي فراكشن. ليه الحاجات اللي موجودة في البيت العادية حتى. مش تازم حتى مواد منهم مترية. او عايز يفهمهم يعني ايه كلمة اكس ار دي. ايه تكنيك الاكس ار دي. المواد موجودة عندك في البيت. وعملها هو يفرجهم على المواد الكيميائية الكافيين الحاجات دي. ويفرجهم الشكل بيطلع عامل ازياد على اكس ار دي. عشان يمهد لهم الموضوع ده. ادي اكس ار دي برضه هوت ليه الالمونيوم. اه مادة زي كده هوت من غير تفاصيل كتير. مادة زي كده هوت اه بيفرجها لهم سريعا. لو انت مهتم عن المادة دي بدل بس ما تخش يعني ما انتقلش في الموضوع. فمادة زي كده بشرح لهم يعني ايه اكس ار دي بتاع. فقوادي شايف كده شكل الزرات عامل ازاي عشان انت بقى فهم منيك الترتيبه فين والالمونيوم ترتيبه فين. اه بيشرح له. يعني فيه حاجات جميلة. هنا هو مسلا ده تكنيك تاني اللي هو الرامان سبكتروسكوبي ده مشور او مع الجرافين. فبيقول لك ازاي بنصنع جرافين وازاي نوصفه باستخدام الرامان. بيشرحها لطلبة غالبا في سنة تانية مسلا على سنة تالتة بيشرح لهم يعني كلمة رامان سبكتروسكوبي. ده مهم جدا. اللي بيحضر جرافين لازم يفهم الرامان. ورامان تقيل في الكتب بتاعته. الكتب الرامان تقيل همش سبك. يعني كافيزيا مش مش سهل شرحها. حتى الدكاترة اللي بيشرحوها يعني سعداء او هم بيشرحوها السيوري بتاعته. هو هنا مبساطة بطريقة جميلة. اه دي الفكرة ببساطة يعني. هنا مسلا لو تحضير بالوان مختلفة. بيوري لك تأسير حجم على لونه. فشكل جميل جدا. وباستخدام حتى لو هو عايز او حتى بالعين المجردة كده. لو انت حتى مش فهم بالتفصيل حتلاقي ابحيث شرح ببساطة. شرحها لك وهو عامل لهم هنا زي ورشة عمل او ما عمل عشان يفهم الطلبة. اه الفرير اللي هو برضو مشروح ببساطة ومفاهمانهم ببساطة. مسلا. ده هنا حتى ساعد بيبوا عاملين ايه? يقول لك احنا عملنا زي او ورشة عمل مصغرة او كورس مكسف لتوصيف المواد النونومتريية. ويكلمك عنه قدمنا لطلبة سنة رابعة في كلية جزا جمعة جزا. جمعة ناسة عن توكيو في اليابان. انت ممكن تقرأ عن البرنامج بتاعهم مش عشان تتعلم معلومات او شرح لك معلومات او شرح لك معلومات او شرح لك اسامي الكورسات اللي هما درسوها. هيقول لك ان احنا شرحي منهم جهاز كزا وجهاز كزا وجهاز كزا وجهاز كزا. تسجل انت عندك المعلومات دي وتروح تتدور على الاجهزة دي. كأنك كنت درست الورشة العمل معهم. كأنك تعلمت معهم بالضبط ورشة العمل دي. بس انت عرفت يعني ايه توصيف. عرفت ايه الاجهزة المهمة اللي في التوصيف. هما بيعلموها اللي الطلبة بتوعهم في سنة رابعة. انت برضو اكتب عندك الاسامي دي. وتعلمها انت لنفسك. حتى لو جامعة انت فيها ما عملت لكش برنامج زي كده يعني. هنا بصلا بيشرح عن ال اكس بي اس. ليه بابنشوفش الهايدروجين في ال اكس بي اس. ال اكس بي اس برضو جهاز تقيل. مهم. هنا مسلا دي ايه دي ورق ده بحس عن كزا كاركتيرات عشان مع بعض. بيشرح لهم الميتال او جانيك فيموركس اللي هي المفس. ده برضو من ضمن المواد المتقدمة يعني. وبيعلمهم بقى طريقة التوصيف بكزا. وطريقة التوصيف في ال اكس ار دي وطريقة التوصيف بكزا. فعمل لهم كزا طريقة توصيف للمادة دي. فيعلمهم كل حاجة تقريبا عن المادة دي. كل حاجة في التوصيف عن المادة دي. فشغل جميل جدا يعني. عشان كده انا بقول لك المجلة دي مش ناس كتير تعرفها مش ناس كتير بتتكلم عنها رغم انه مليانة كنوز يعني. بالنسبة للطالبة اللي بيشتغلوا في الاول في بداية مجلة درسات العمل. في النانوماتيلي. بعد كده التطبيقات. تقريبا المجلة دي فيها كل انواع التطبيقات لم يمكن تتخيلها. هم عاملين تجارب بتشرح للطالبة تقريبا كل التطبيقات اللي انت محتاجها. درجة ان انت لعندك مادة من النانومترية في المعمل عندك. وعايز تجارلها على تطبيق ممكن اثناء البحث في المجلة دي تلاقي تطبيق يعجبك تجربه انت بنفسك. وتلاقي ان شاء الله ممكن يبقى يبقى فاتحة خير بالنسبة لك. تبتدي انت تكون مشروع تخرج تبتدي يكون رسالة وهكذا. فهنا مثلا بيشرح لهم اللي هي سمية المواد النانومترية. ده تطبيق من التطبيقات لو انت مهتم بيه. تطبيق تاني على مثلا معالجة مية الصرف مثلا باستخدام الطرق التكسير الضوئي. مثلا مادة نانومترية لها نشاط ضوئي بقدر تندس الضوء وتكسر الملاوسات لو انت مهتم بحاجة زي كده. تصنيع الخلايا الشمسية اللي من نوع ده ازاي بيصنعوها وازاي بيوصفوها ويحللوها. يعني ازاي بيفهموا الطهير الكهرابي اللي طالع منها ويحط عليها احمال والكلام ده. تطبيق قوي جدا ومميز جدا يعني. اه مش عارف فرضو ازالة المواد العطرية من المية باستخدام مواد اه كربون منشط مع مواد مغناطيسية. فدي تركيبة نانومترية جديدة اهم ما عملينها. طبعا هي ساعة ما تنشر البحث كانت بحاجة جديدة يعني. او حاجة جديدة بنسبة للطلبة اللي يعرفوها. بس تطبيق على ازالة المية. على معالجة المية. تطبيق حلو وسهل. ممكن نتعمل في ما اعمل كتير. ده هنا مسلا حاجة زراعية اظن انه تأثير المواد الفضة النانومترية على نوع من النباتات. بينموا بسرعة فهم اعملوا لهم التجربة عشان بس يورروا لهم الفضة بتعمل ايه مع النوع ده من النباتات. اه كذا. اه مسلا كاتاليتك ريداكشن ده الاختزال الحفزي يعني تفاعل كيميائي كأنك بتشتغل همع ككاتاليسس ككاتاليسس كعمل حفز. عشان يعمل تفاعل معي. مسلا يعني. عشان يشيل الهيكسافيرنت كروميوم اللي هو كروميوم سام. عايز يختزل ويبقى كروميوم السلاسي الغير سامة. هنا اخشية لمعالجة المية او لفلترة المية او ممكن تستخدم تحليات مية البحر قدام. بيصنع لهم انتاج سريع للاخشية دي باستخدام الكيميائيات البسيطة المتاحة. ممكن لو انت قريت تتعلم الغشاء ده بتصنع ازاي وينسأل نفسك. لو انا حطيت معاه مواد نانومترية. هل ينفع صنعه? هل ممكن يولوا تأثير كويس معي? دي نقطة رسالة. يعني انت تقدر تبدأ بها في نعمل حتى امكاناته متواضعة. من مجرد بحث زي كده قريته. ولما تتعمق تلاقي ان في ناس يعني ممكن تكون بتعمل حاجة زي كده. فمعامل بسيطة مش صحبة يعني. فتكرش ان الدنيا كلها فيها معامل مؤقتة يعني بقى اجهزة ملايينة او كده. الناس بتشتغل وتتصرف يعني. اه وان كان مش تزم يتنشر في مجلة عالية. خلي بالك. المجالات العالية بتحتاج اجهزة غالية. لكن اه انت عايز تحرك نفسك. عايز تحضر رسالة وتعافي معامل مدوضع. دي افكار كلها جميلة اه. اه ان انت تزيل صباغات من المياه برضو. بتجربة بسيطة زي كده. الاكتيفيتة كاربون مادة مشهورة هو كوميرشال حتى هو شريط وجاري. لكن زي ما قلت لك انت ممكن تشتري الكوميرشال ده. وهان انت تحط على سطحه مادة نانومترية. مسلا وتبقى دي تجاره فيه ناس بيحضروا رسائلهم كلها بحاجة زي كده. ازالة صباغات من المياه. يحضر له مسلا يجيب له مسلا كوميرشال اكتيف كاربون ويحط عليه مادة معينة نانومترية. ويحط ست عينات مسلا باوزان مختلفة. وبعدين يعمل حزبة ويحضرها ويوصفها. وبعدين يجربها في ازالة الملاوسات من المياه. ده كده ممكن تكون مشروع تخرج ومكن تكون بحث صغير بتعمله مع الدكتور علشان يبقى لك اسمك ان انت نشرت معهم الحيز حتى قبل الماجستير وكذا. في طبعا تطبيقات كتير ده مسلا تحضير على سطح ازاز موصل للكهربا. عشان بيستخدموه في اه تطبيقات لانتاج الهيدروجين وحاجات زي كده. ده تطبيق على فكرة صعب يعني معقد شوية. لكن هم مبسطينه بطريقة سهد. شرحينه بطريقة كويسة. لان في معامل بتشتغل فيها انا انا اشتغلت في الموضوع ده فموضوع تيل مش سطيف يعني بس يعني فهم مبسطينه بطريقة كويسة. اه بعد كده انت ممكن تستفيد منها ففهم معلومات عن محاكات المواد النانومترية. في شغل الكمبيوتشنة اللي حاملينه كمان. يعني بيشارحين مسلا ايه? التجارب مسلا حاسوبية لشارح الليه المواد النانومترية بتتجمع على بعضها وعين ترسب. بيحاول يفاهمها للطلبة الصغيرين. بيحاول يفاهمهم مسلا اه نمزاجة المواد او محاكات المواد. وبيطبقها على الارجانيك بيدخلهم واحدة واحدة لسكة الكيمية الحسابية. بيدخلهم على من ضمن المفاهيم الصعبة في المواد النانومترية انك تفهم يعني ايه يعني زي احتباس او احتجاز يعني المادة النانومتر عشان حجمها صغير الالكترون مش بيمشي فيها بحرية. بيمشي هو محبوس هو مقيد. حركته مقيدة. فده ابسط تعريف انا احنا بنتكلم بطريقة عامة ده ابسط تعريف له. الكونتوم كونتوم بتبقى تقيلة حتى متخصصين المواد النانومترية مش مش بيحبوا يدخلوا بعمق في الموضوع ده. فهو هنا ببسطها عليهم بطريقة سهلة. حتى مسلا الكونتوم ميكانيكس بيبسطها لهم عن طريق استخدام بيقول لك كونتوم جيمز. هيعمل لهم شدة العاب كده يفاهموا بها كونتوم ميكانيكس بارتو. يعني اكيد كان له بارتوان قبل كده يعني. عمل لهم شغلة حيب. ا اه بيفاهمهم برضو ده شغل كونتوم ميكانيكس بيفاهمهم يعني ايه الزمن يعني ايه الطول يعني ايه الكتلة يعني ايه طاقة وكل المفاهيم الاساسية دي معنها ايه على مستوى الكوانتوم ميكانيكس. فهو هنا بيدخلهم لمستوى الزرات ومستوى شغل الكوانتوم غير الشغل اللي هو ايه الكامار العامة يعني. وطبعا ده بيبقى جزء مهم في شغل المواد النانومترية ديفيخوش سكة الكوانتوم. بس مش يعني دي يعني مشروحها بطريقة لطيفة وسهلة ممكن تستفيد منها. آآ بعد كده ممكن تستفيد في فهم عن متن تطور مهاراتك البحثية عام متن عند المجلة دي. ممكن تستفيد من اللغة بتاعتهم. آآ انا حابب انك تقرأ حتى لو 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 الموضوع مش مش او من نسباتك تقرأ اللغة بتاعتهم وكتب وزاكر وراهم. شوف اللغة لانه اللي هي الجامعية او مجتمع الكيميائيين الامريكي. آآ اللغة بتاعتهم تبقى قوية. ومجال الاول. دار نشر قوية جدا ومحترمة. فاللغة بتاعتهم انجليزي محترمة. فتعلم منهم الانجليزي بيكتبوا سامري ازاي بيكتبوا ريزال سان دسكاشن ازاي. الصور والجرافكال ابستراكت. يعني انت ده هما دايما عندهم جرافكال ابستراكت. شوف كده انت عنوان زي كده حتى لو يعني يعني قريب منك من بعيد. شوف كده الجرافكال ابستراكت عاملينه ازاي. عاملين لك جنب الملخص. عامل لك ملخص على شكل صورة. ملخص انها لك ازاي. مثلا بحس ازاي كده. عن البايو ديزل. بص ملخص لك الصورة دي ازاي. اسأل نفسك انت تعرف ترسم الصورة دي الاول. يعني انت تعرف تطلع الصورة دي مثلا على برنامج زي الباوربوينت. تعرف انت تعملها. ولو انت هتعبر عن نفس الابستراكت هل عندك فكرة تانية الابستراكت هتعبر عنه بطريقة غير اللي هم رسمينها. عشان انت ممكن وانت بتشتغل في رسالة بتاعتك لا يفزك محتاج مجلة تبعات لمجلة تكون عايزة منك الابستراكت. حتى لو هي مش بتفرضوا عليك في مجلات دلوقتي بترحب بيه جدا. في ان انت تفهم اللي قدام منك البحث تعمل ازاي. مش بس الابستراكت بس كمان الصور. شايف مسلا صورة زي كده في البحث? اسأل نفسك انا اعرف ارسم صورة زي كده اعرف اطلع الصورة دي. حتى لو ده مش يعني حتى لو ده مش موضوع قريب او من شغلك. بس ان انت تطلع صورة زي كده وتبع عندك المهارة دي حاجة مطلوبة. يعني انا دورت كتير عن نت نادرة ما تلاقي حد يشرح لك حاجة زي كده. نادر جدا ما تلاقي حد يشرح. ازاي يعمل اه صور زي كده. رغم انها صور سهلة. مش صعبة. انا يعني اتمنى ان شاء الله ربنا يكرم وحاول اعمل مسلا سلسلة في حاجة زي كده. صور زي كده. تعرف تطلع صورة زي كده? يعني انت لو معاك تسع صور دول. تعرف تطلعين الصورة بسيطة دي. خلي بالك انه الهواء مش هنا ايه مزبوطة بالزبط. فيش صورة اكبر من صورة. فيش صورة اصغر من صورة. لو انت انت حتى خد الصور دي كوبي. وخلي معاك تسع صور دول على جانب. وطلع علينا المنزر ده. طلعه لنفسك. انت تعلم زي ترسمن. يمكن نفعك في يوم الايام. ودي معارات كلها جميلة. صورة زي كده. شايف الشرح هو مطلق اهوزا. خط احمر مطلعه. واعمل مستطيل وكاتب لك في شرح. كاتب هنا شرح. كاتب هنا شرح. ازاي تطلع حاجات ازاي تطلع صورة زي كده. حتى الجداول. يعني انا عايز عينك يبقى. يبقى ليك نظرة ان انت تسأل نفسك انا لو عندي جدول زي كده. اعرف اطلعه. انت تعرف تطلع جدول. مفوش العاميد هنا مش باينة. وفي نفس الوقت في الخط ده بس هو المرسوم بالتقل ده. وعدين الكلمات هنا هوت مفتوحة على طول من الجملة من اولها الاخيرة مفتوحة. وعدين الخط ده بس هو المرسوم. وعدين عامل السوبسكريبت والسوبرسكريبت والكلام ده تعرف تعمل حاجات زي كده. تعرف انت تعرف تطلع تنتي الجدول زي كده. تعرف تطلعه مرة تانية. اه الكلام ده مهم على فكرة. مهم جدا. وشكل الجدول بيفرق جدا في الابحاث. في هنا حتى بيشرحوا مسلا معلومات ان هم بيدوا كورسات للطلبة. يشرحوا لهم ازاي يعمل او ازاي يبقى عنده يزيل عنه الامية البحثية. عايزوا يتعلم يبقى يبقى ما عنده يبقى عنده المهارات البحثية. بيشرحوا عناوين زي كده. تلاقي مسلا عنوان تدريبات عشان يعلم الطلبة ازاي يبحث فيه المطبوعات المختلفة. ازاي يدور على الابحاث المختلفة اللي عنده. كورس حلو. انت غالبا ما حد تشرح لك حاجة زي كده. يعني نادرة ما تلاقي حد تشرح لك ازاي تعمل مقالة تقدر تقرأها تتعلم انها انجليزي تتعلم انها رسمة مبسطة زي كده. فتعلم انها هما قالوا ايه كأنك حضرت معاهم. الناس دي في اه في امريكا. جامعة محترمة وجامعة قوية قسم كمية هناك. مينوسوت. فجامعة قوي. كأنك حضرت معاهم بالزبط. مقابل ان انت يعني هو تماما الابحاث دي كلها مقفولة. يعني انت يعني. فلنت قريبا نخش على يعني سكة تانية زي سانساب وغير عشان نجيبها. بس يعني كأنك قريت معاهم يعني. برضو هنا دي من المواضيع التقيلة جدا في الابحاث. التصميم التجارب بطرق الاحصائية. انا يعني اتمنى فيهم الايام اللي ربنا اكرمني وتعلم الموضوعات كويس عشان قدر عامل عنده سلسلة. لانه موضوع رخم جدا. وانه بحب قوي المواضيع الصعبة. بحب المواضيع اللي فيها تحدي. اه هو بيشرح لهم التجارب الاحصائية عن طريق ان هما يخليهم يعملوا كيكة. كيكة. ويشوفوا التعام يعني بيعمل لهم تجارب هايفة جدا يعني شوية دقيق وشوية لامون وشوية بيض وبيعمل لهم تجارب. بس ممكن تثبت في دماغك المعلومة تخليك تحب المجال وتخش فيه. او ليل ما تلاقي برضو حد متخصص في في التجارب الاحصائي للتجارب والبيستيستيكس والكلام ده. بتخيلهم بسط لهم التجارب ازاي. فكرة هالو مش واحدة. اه اخر حاجة هي اللي استفادة في تصنيع اجهزة علمية بسيطة. فيه ناس بيبقوا عايزين يعملوا في ما عمل عندهم اجهزة. اه من مسلا ايه? ايه? مسلا يخش معمل الفيزياء لقي عندهم مش عارف كنترولر بايز ولا قديم يصلحه. مش عارف هنا حاجة هنا. فيه ناس بيتطروا واحنا عملنا كده. كطالب الدراسات واليا مش هتلاقي كل حاجة مرسومة قدامك على الجاهز. ساعت بتضطر ان انت تصنع اجهزتك بنفسك. ده ساعت ببقى جزء من الرسالة. ان انت تعمل سطة بمخصوص لقاس حاجة زي كده. فهم هنا بيشرحوا حاجات زي كده. يقول لك طرق بسيطة وميسرة لان احنا نعمل هنا مسلا هو عامل آآ مفاعل ضوئي عشان يجرب تأثير الضوء عن مواد نانومترية ومسلا ازالة ملوسات ولا حالة. هو يقول لك اهو آآ يعني شرح الكيميا الضوئية للعوامل. طريقة بسيطة وفيها كفاءة عالية يعني وغير مكلفة عشان نبني فوتو باريكتور. مسلا انت ممكن استفيد منه يكون انت تبني شبهه تبقى عندك في المعمل تبقى دي تجارب ممكن يدعو لك طلبة سنين بعد منك ان انت بنيت حاجة زي كده واشتغلتها. او في حاجات تجارية بتتعمل. في شباب بيحبوا يعملوا ايه? يعمل شركة صغيرة كده هو وناس صحابه اللي فهم ميكاترونيكس اللي فهم مش عارف ميكانيكات طوال كهرباء بطوء كده ويعملوا الاجهزة دي ويبعوها على انها حاجات معمولة منزلية. يروح للدكتور يقول له بص يا دكتور عندك الجهاز ده بمية الف جنيه. يروح استورده من برا لو انت معاك المية الف جنيه. واحنا الجهاز بتاعنا بخمس تلاف جنيه بس. تحبت يشتري من عندنا ولا نمشي? في ده كترة يشتري. يقول لك هات. هات احنا معنا نقدر نشتري نشجع المنتج المحلي. في نفس الوقت هينفع. يعني احنا عارفين ان هو مش مش بنفس كفاءة الحاجة الاجنبية برا. بس ينفع خمس تلاف من مية الف. ينفع. ينفع معنا. نفس الفكرة مثلا هنا دي اجهزة بملايين. اجهزة غالية جدا. بس انا انا مهتم بالموضوع اول مرة يشوف ناس يقدروا يبنوا حاجة زي كده بطريقة مبسطة. ده ممكن يكون مشروع تخرج ما بين مسلا طلبة في التعاون مع كزا قسم. ممكن يعني كلية كاملة زي قولية هندسة او قولية علوم تتعاون من اجل انتاج جهاز زي كده. ينفع مئات الطلبة. هنقول عشرات الطلبة فيما بعد. ويتبانى في معمل من المعامل. وبامكانيات متواضعة او بسيطة هما بيحاولوا يبنوها لقد ما بيقدروا. ممكن تلاقي حاجات غالية في الاخر والسكة مش مشي معنا. خلاص. ارينا كلام ما خسر مش حاجة. اتعلمنا التكنيك ده في الاخر. نفس الفكرة مثلا برضو طريقة بسيطة عشان يصنعو بيتش ميتر. يعني الناس بيفهموا المايكرو كنترولرز والتحكم والحاجات دي عشان يصنعو جهاز بيتش. حاجة بسيطة مثلا تحضير الجرافين بالسي بي دي. بطريقة مبساطة. ممكن تكتشف ان انت يعني في معامل بتحتاج اجهزة صعبة عشان حاجة زي كده. لكن موقت تكتشف ان السيطة زي كده سهل. انت تبقى اول واحد يعمله في المعمل عندك وتديها على طول. تنطلق انت تبقى اول واحد وكل المعمل وورا منك يشتغل. حتى في مشرفين بيهتموا بالكلام ده. يقعد هو مع نفسه كده يفكر ويشوف ايه قرى الكلام ده. ويحاول يجرب ويصنع ويعمل. لغاية ده ما تلاقيه بامكانيات متوضعة قدر يعمل اجهزة اه كتكلف الجامعة بتاعته ملايين عبل ما تيجي. ده انجة بتايله اصلا. ويشتغل ويمتج يعني. ففي عاجة طبعا كتيرة عشان بس الوقت مش عارف جهاز عشان الليكويد كريستال زي انت مهتم بحاجة زي كده. ده اهو مشروع تخرج او مشروع ماجستير. فهو بيقولك ان احنا صممنا وعملنا وعرضنا فعلا مشروع ماجستير مبسط علشان نشوف ان احنا ازاي نسحب سانيوكسيد الكربون من الهوا. فممكن يحضر مواد ممكن تكون مواد نانومترية يدخل عليها سانيوكسيد الكربون مع هوا. المادة دي تمسك سانيوكسيد الكربون واللي طالع ده يبقى خالي من سانيوكسيد الكربون او أقل كمية سانيوكسيد الكربون. ده مشروع ممكن ينفع عشرات الطابة. يحضروا مية نوع من المواد النانومترية وكله يدخل سانيوكسيد كربون ويطلعها ويشوف ويجرب ويعمل شغل ممتاز. ممتاز حقيقي يعني. امكانيات بسيطة يعني. برضو لو انت متم في حاجة زي كده هم بيحاولوا يعملوها بتجارب بسيطة. حتى هم كاتبين حتى ان هم بامكانيات موجودة في فصول السنوي. المواد البسيطة اللي في معامل المدارس السنوي حتى يعني. مش مش معامل جميع. اه هنا مسلا عامل كولينج سيستم جوه جلاف فوكس. لو انت عندك جلاف فوكس صعب ان انت اتبرد حاجة جوه الجلاف فوكس ده فكرة حلوة. ممكن تكون موقفة باحث. موقفة دكتور قاعد مش عارفي برد ازاي او جوه. تلاقي الفكرة موجودة قدام منه نصر شرحينها يعني بسهولة. اه برضو هنا الاستخدام مثلا اوكسيدي الكربون علشان ينتج هيدروجين انا استخدام اوكسيدي التيتانيوم علشان ينتج اه ينتج هيدروجين من المية. بس هو هنا بيستخدم عن الاجهزة المعقدة وبيستخدم اجهزة مبسطة. فلو انت قريب من التطبيق ده ممكن تلاقي حاجة زي كده تنفع جدا جدا تخش مع ملك تكون انت عملت سيتاب زي كده مبسط من حاجات ماركونة عند بتوع الفيزيا ماركونة عند بتوع الكيميا ماركونة عند كهنة ما اه. تطلع الحاجات دي وتجيبها او تشتريها مستعمل من اماكن مثلا وتجيبها وتطلعها وتعمل احسن شوف احسن شوف. او على الان هو فتح لك فكرة. يعني ازاي بقولك يعني. اه اخر حاجة بس ففكرك انه انه المجلة دي مفيدة في كاسة هارة تانية من فروع العلوم. يعني بتشرح تجاره في 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 لكن انا ركزت عن انا على الموضوع ان انا سيما قلتلك لانا دي اكتر حاجة بتشغل البحثين يعني. لكن اه لكن هي مفيدة لحاجات كتير. سريعا جدا كافية البحث انت من موقع بتاع المجلة تقدر لما تكون واقف في موقع المجلة ده الموقع بتاعه. انا هسيب لك دي في تحت بإذن الله. انت مجرد بس تقف على 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 المكان اللي تعمل فيه هتلاقي هو مختار لك ان انت تعمل سيرش جوه جورنال وفي لو انت كتبت مسلا كلمة زي زي مثلا هتلع لك اهو يقول لك واحد لعشرين من تلتمية وتلاتين بحث في مواد النانومترية. لو انت ركزت هنا في الفلتر زي اللي جمع منك عندك هنا كزا حاجة تفلتر بها الابحاث اللي طالع معاك يقول لك مسلا ايه? انا ممكن لك الابحاث اللي بتكلم عن تجرب معملية. اللي هي مجرد بحث بيتكلم خلاص. تقارير عن تجربة عملوها. ايه نشاط عملوه مع طلبة. ايه عروض اتعارضت قدام ناس يعني حاجة مبسطة او كده. وهكذا. انت ممكن تختار التجربة المعملية. ممكن تختار في يوم من ايام. وهكذا. تجرب تقرأ. انا كنت بعض اعمل كده يعني كأنها نوع من التسلية. يعني تدور على المواد النانومترية وتدور على الابحاث دي. وانا الابحاث دي كلها طلعتها ازاي? بالتدوير. نقعد ندور مرة. نقعد لنص ساعة كده دور شوية. يوم تاني زهقان شوية. قعد لنص ساعة دور كمان شوية اشوف التجربة المختلفة. قلت ما جمعتهم الحمد للب بالتأسيمة دي. وقلت يعني اه فهمت الفكرة ماشي ازاي وتعلمت الفكرة ماشي ازاي. عشان كده انا بحاول اشارك معاك العراف. اقول اعلوها ان شاء الله ربنا يكرمك وينفعك يعني. هتلاقي بها مثلا نتائج زي كده. يعني انت لما تفلتر مسلا بالديمونستريشنز مسلا هتلاقي مسلا زي كده. يقول لك توضيح الالوان المختلفة للجولد سوفورتت سولد نانو بارتكالز. لما حط مواد نانومترية معينة وحط رسطها دهب. الالوان المختلف هتبعامل ازاي? ده شرح حلو. اقرأوا وشوفوا جده هتعرف فرق الالوان هتتعامل ازاي مع الوان الدهب المختلف. لما الدهب بيكون كبير. ده بيكون صغير. ده شرح حلو. واحد عملت تجربة دي الناس قبل منك تعلمه استفيد منك. هنا دي برضو نكلمتك على البحث دي يبل كده اللي هو تأثير احجام النحاس المختلفة او اكسيد النحاس المختلفة على لونه. لونه بيعمل ازاي مع المختلفة. الطريقة التانية منه على جوجل ان انت على جوجل البحث العلمي من بره تروح تدور هنا هوات على 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 يعني انت تشوف العلامة اللي هي اللي هو انا عايزك تطلع لي ابحاثة المنشورة في المجلة دي وتحطها بين عالمتين تنصيص عشان يدور على الاسم المجلة زي ما هي كده. وفقه مثلا نكتب كلمة زي نانو. لما نعمل سيرش يطلع لي الابحاثة هي من بره اللي منشورة في المجلة دي بس. هو خلاص عارف لان هو فوق كاتب حتى هو كاتب كلمة فهو فاهم هو عارف ان هو بيدولك على المجلة دي بس. تقدر ترتبه طبعا بالسانة تقدر ترتب بكزا حاجة. الميزة في جوجل ان انت الاسامي الباحثين اللي باللغدر دي لما يكون تحتها خط كده او اسم الباحث الظاهر كده. لما تدوس عليه ممكن يطلع لك البروفايل بتاعه كله. يعني دي مسلا الدكتورة دي لما ندوس على مسلا البحث ده عجبك الموضوع بتاعه. وتدوس على الباحث الاول ده. اطلع لك البروفايل بتاعها كله على جوجل تقدر ترتب تشوف الابحاثة اللي احدث ابحاثة هي نشريها. وتبتي تقدر بتراجع شغلها بقى كله. انت عاجبك الفكرة. فتقدر تشوف هي شغالة في ايه? يمكن تكون كأنها مشرفة ليك. كأنها يعني كأنها مصدر الهام ليك. تشوف كده ابحاثها عاملة ازاي وتخش بقى تقرأ وراها اللي هي بتعمله. ويمكن تلقط فكرة من عندها تطور انت عليها تبقى موضوع رسالتك وهكذا. دي الفكرة البساطة. لكن طبعا الاولى يعني الاكتر اللي كنت بعمله انا ابحاث جوه المجلة نفسها. عشان افضل اشوف كده العنوين على طول. اقدر ان انا ايه زي ما قلت لك يعني احنا منضطر بقى ايه لو حد عنده اشتراك مع مع ايسي اس يقدر يحملهم. حد من زمالك في الجامعة برة يقدمك عاجة زي كده. يعني ما فيش بقى تخش على ساين ساببها كزان. اتمنى تكون فكرة واضحة سريعا كده زي ما قلت لك المجلة غنية جدا وقوية جدا. المجلة دي تقدر تعلمك حاجات كتير عن توصيف المواد النانومترية. عن اه تحضير المواد النانومترية بطرق بسيطة. عن تطبيقات المواد النانومترية المختلفة. عن مواد انت ممكن اول مرة تسمع عنها اصلا. وعن اه مهارات بحساية عامة. تتعلم يعني تتعلم تشوف الصور اللي هما بيطلعوها. اللغة اللي هما بيكتبوا بيها. وفي نفس الوقت بعد البسيطة كده اللي في المعامل. اللي ممكن تساعدك ان انت تبني صغير او تكون فكرة حتى انت تسيبها للمشرف بتاعك. يمكن هو من بعدك يسيبها لحد يبتشتغل فيها. حد يبتدي يصنع حاجة زي كده. ممكن المشرف بتاعك نفسه يكون هو يحاول يشتغل عليها عشان يبني معامله. لانه اغلب المشرفين في مرحلة معينة مضطر ان هو يبني معامل. مضطر ان هو يجيب اجهزة ويستورد ويعمل. واغلبنا مفيش انكانياته وتكلفة يعني مفيش ميزانية لحاجة زي كده يعني. فممكن دي تكون فكرة ان هو يعمل حاجة موسطة في معامل وسطها بزغير. يعني يا ما عملنا عاجات زي كده. يعني ويا ما بنينا ويا ما جمعنا من بعض وصرفنا فلوس. ومشيت الامور الحمد الله وتبنت معامل وناس اتخرجت وناس نشرت. انا بس يعني ايه? دي كانت مجرد فيديو اه تكلمت فيها عن المجلة دي لان انا شايف ان انا مظلوم حقها كتير وسط بقية المصادر المعرفة يعني مجلة مميزة جدا وخوية جدا 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 جدا. ومبسطة جدا. جدا جدا. والصور بتاعتها شكلها حلو. يعني انا بحب جدا انا قد اتفرج على الصور اللي ما بيعملوها. واسأل نفسي ازاي اعملها. لان ده بيعلمني المهارة اللي ازاي مبتلك انا اتمنى في يوم الايام يعني حد يشرح كورسة قيل في مهارة ازاي تعمل صور علمية. عشان تتلقى انه الحاجات دي بتفرق كتير جدا مع مجلات. يعني ما يوركش يعني العلم مش بس كله كتابة. جزء منه ازاي تعرض اه رسماتك بشكل حلو. او تعرض العلم اللي عندك او نتاجك بشكل كويس. اتمنى ان شاء الله يعني يكون وفقت في اعطاء المجلة دي شيء من حقها يعني. ولفت نظر الزملاء كلنا زمنا مع بعض. لفت نظر الزملاء لها. لعلها عسنا تنفى حد ان شاء الله في مدير. شكرا.